تؤكد وزارة الداخلية أن حملات التشويه القطرية المعادية لمملكة البحرين عبر الممبر التحريضي قناة الجزيرة ومن بينها ما بثته تلك القناة من محادثة مزعومة بين شاب بحريني وأحد منتسبية الأجهزة الأمنية فضلا عن ترديدها المعتاد لمزاعم التعذيب ومنع زيارات النزلاء وما تسميهم الأطفال المسجونين إنما تأتي في إطار ممنهج وفي توقيت مدروس اعتدته مملكة البحرين من جانب هذه القناة والدولة الرعية لها أكدت وزارة الداخلية أن حملات التشويه القطرية المعادية لمملكة البحرين عبر المنبر التحريضي قناة الجزيرة تشتد وطأة كل عام بالتزامن مع الاجتماع السنوي للمجلس العالمي لحقوق الإنسان في جينيف وبالتالي ليس غريبا هذا الاستهداف من قبل قناة الجزيرة التي ترعاها قطر ضد البحرين وما حققته من مكتسبات وطنية ومنجزات حضارية ومن بينها برنامج العقوبات البديلة ذلك المشروع الحضاري والإنساني الطموح الذي أطلقته البحرين ويحظى بتقدير عدد كبير من الدول والمنظمات والخبراء العاملين في مجال حقوق الإنسان وعليه نوضح الحقائق التالية أولا قام المستفيدون من برنامج العقوبات البديلة والذين يبلغ عددهم حتى الآن 3552 مستفيدا بتنفيذ عقوباتهم البديلة في إطار القانون وبإشادة المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية بما يحقق الأهداف التي يسعى إليها هذا المشروع الإنساني والقانوني ثانيا كان من الأجدى أن تسعى قطر لتطوير قوانينها وبرامجها التي تحفظ حقوق الإنسان بدلا من الطعن في نجاحات الآخرين ثالثا أصبح واضحا ومكشوفا للجميع منهجية قناة الجزيرة القائمة على التحريض وشراء الذمم في إطار الحملة ضد البحرين وشعبها وأصبح معلوما كذلك تلك الممارسات العدائية التي تناقض كل المواثيق والعهود ومن ذلك ما بثته تلك القناة مدعية أنه محاولة تجنيد لشاب بحريني في حين أنه ثابت بالأدلة والبراهين استهداف قطر تجنيد عدد من المواطنين العسكريين والأمنيين البحرينيين رابعا اعتادت هذه القناة نشر افتراءات ومعلومات مغلوطة عن البحرين ومنها منع زيارات النزلاء وهي ادعاءات مرسلة خالية من أي دليل مادي ولا يعد نشرها غريبا على قناة تحترف التدخل في شؤون الآخرين خامسا من يقضون عقوبات في مركز الإصلاح والتأهيل في جو مثلهم مثل أي نزيل آخر محكمون في قضايا جنائية وإرهابية استنفدوا كافة مراحل التقاضي وخضعوا لمحاكمات عادلة والمركز مفتوح أمام المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان ومن بينها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وغيرها والتي تقوم بزيارات معلنة وغير معلنة للتأكد من تلقي النزلاء للخدمات المنصوص عليها في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية سادسا بخصوص ما تدعيه هذه القناة التحريضية عن ما تسميهم الأطفال المسجنون في البحرين فهو أمر تكذبه الحقائق وينفيه الواقع الميداني والذي يؤكد أن النزلاء في الفئة العمرية من 15 حتى 18 عاما يقضون عقوباتهم المحكوم بها في مركز إصلاحي خاص كما أن مركز رعاية الأحداث والذي تشرف عليه الإدارة العامة للشرطة النسائية فيشمل الفئة الأقل من 14 عاما والتي تخضع لإجراءات قانونية ورعاية حقوقية ليس لها مثيل في الدولة التي ترعى القناة المذكورة سابعا يكفي البحرين فخرا إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة والذي يعد قانونا حضاريا يؤكد على تطبيق أساليب للتقويم متوافقة مع المعايير الدولية في حماية حقوق الإنسان ويشكل أبرز علامات الرعاية والحماية من سوء المعاملة إذ يتضمن لجنة قضائية تختص بالنظر في طلبات استبدال العقوبات المغضي بها قبل نفاذ هذا القانون للأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة وإنشاء محاكم العدالة الإصلاحية للطفل بحسب نوع الجريمة المرتكبة للطفل المتهم وعمره يتراوح بين 15 و 18 سنة وعليه فإن أي ادعاءات بسوء معاملة للأطفال أو غيرهم لا صلة لها بالواقع لأن الثابتة هو حماية الأطفال من الانحراف وأي ممارسات مخالفة للقانون حاولات اليائسة للنيل من التماسك الوطني والإنجازات الحضارية التي حققتها البحرين وفي مقدمتها ما تزخر به من مؤسسات حقوقية مهنية تدركها جيدا قناة الجزيرة والدولة التي ترعاها مؤكدين أن البحرين ماضية قدما في تنفيذ برنامج العقوبات البديلة كمشروع وطني حضاري يعكس رؤية إصلاحية متقدمة وفكرا مستنيرا في منظومة الإصلاح والتأهيل وهو المشروع الذي تعتز به مملكة البحرين كونه أحد أبرز الإنجازات في مجال حقوق الإنسان وختاما سيظل المجتمع البحريني رمزا للتعايش والترابط المجتمعي بحكم طبيعة تكوينه والقوانين التي يعمل في إطارها وهذا ما لزم التأكيد عليه انطلاقا من العمل على تعزيز مبدأ الشفافية والتواصل مع الرأي العام وتوضيح الحقائق